السلام عليكم حبيباتي سلام يزيناتي الغاليات مرحبا بكم معايا في اول فيديو في اول يوم من شهر رمضان المبارك اقولكم رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله تصموا بالصحة اولى هنا انتم وافراد العائلة ديلكم ربي تقبل مننا ومنكم صالح الاعمال والصيام والقيام حبيبات قلبي الفيديو تعلنها اليوم رهي جد متنوعة عندي لكم طاولة كاملة متكاملة لطاولة افطار وعندي لكم ايضا طاولة الصهرة رح تكون بالتحلية من نوع اخر يعني تحلية بزاف ابننا ومختلفة على التحليات اللي مر فين نشوفوهم بالاضافة الى مملحة رح تكون بدون عجل بدون اختمار بلا ديول تاني رح تكون مقرمشة يعني باش ننفقوها مع شربة من اروع ما يكن ابقى في المتابعة لابنات باش تشوفوا كامل هاد الوصفات اللي جبتهم لكم نهار اليوم هنا اول حاجة كي ما شتوني بديت نهاري ولكن حب يعني نبدا شغلي دائما الى كان عندي حواج هما نديرهم هما اللولي استعملت توبسي هاد الجل ديالي تعالى ماشي اللي راه كي ما كتشوفوا معايا الجل جد مركز البيدون هادا تاعة 3 يغسلكم 40 غسلة هادا يعني راح يشد مدة طويلة هادا البنات راهو جد مركز ويخرج ما شاء الله ريحتو ريحتو ما شاء الله ريحت لا لفاند يعني كي نخسل به الحواج هادا كالريحة تبقى فيه مدة طويلة ان شاء الله تلقاوها في الاسواق وتجربوها خياتي مقبل تاني ما شوفوا كامل الوصفات نشارك معاكم هنا اعلى السريع هادا الشباح السفرة اللي كمونديتو من عند لكل لاغوز بلانش لكو تعرفوها اللي جاية في ال جي بلاج دونك هنا كمونديتا لها شوية شباح السفرة هادا اللي جاي على الشكل دميعات اللي نديرو به طاجين البي وشباح السفراء العادي يعني كمونديتهم من عند ام اروى لانها قسنطينية ودارتهم على الطريقة التقليدية القسنطينية وش نقولكم معطرين بريحة ما ورد المقطار ويعني جاهم معسلين صراحة يعني لقيت فرق كبير بين تاعنا هنا تاع الحاصمة وبين تاع ناس قسنطينة يعني كان شوية فرق ما بيناتهم وستقون يعني بزاف بنين من اروع ما يكون هنا يشوفو كان هنا في لوسيغو ديالو يعني قاعد مدة داخل هذا لوسيغو ولكن بلا ما يتفتحوا بلا ما يصر لهم حتى حاجة بقاوا محافظين على الشكل ديالهم دونك لي حبت كموندي يخياتيران يخليت لكم رقم الهاتف راهو هنا امامكم خاصة اذا كان عندكم عرضة الناس اللي تحب دي الاطباق القسنطينية كيما طاجين العازب دونك لي تعرف القصة تحكيها هنا في اللي كومنتر بهكدا باش نسفادو كيما على بلكم هادا اللي ديرو به طاجين العازب راه مخدوم فقط بالبيستاش واللوز والجوز هاوليك هنا يجي مع السلم من اروع ما يكون والشكل ديالو هاكدا على الطريقة التقليدية يجي على الشكل دميعات والاخرين راه هم شبح صفراره كامل باللوز تاني كيما شتوا معايا كيما قد كم خيتي يجي مع السلم ويبقى محافظ على الشكل ديالو دونك لي حب تتعلمو هاكدا على وصولو على الطريقة التقليدية وكل اسرار الناجح فيه راح ادير اتولي يعني سبيسيال غير هذا برك شبح الصفرار وطاجين العازب من عند على اياد ام اروة القاسنطينية دونك اكو حد تعلموه بكل احترافية اني خليت لكم لبنات هنا الرقم الهاتف رويجوز امامكم اذا كنتوا حبين تستفسروا اذا كنتوا حبين تديروا طلبية ولا كوا حبين تتعلموه يعني معلكم فقط تتواصلوا معهم من خلال الرقم الهاتف واني حخلي لكم تاني لوليات على باش تعليكول لاغوز بلانش هكدا باش تشوفوا الخدمات تحهم وتشوفوا كامل واش راهم يديروا واش راهم يوجدوا يعني للعيد من حلويات ووصفات رمضانية انا هنا البنات كي ما راكوا تشوفوا معايا يعني هاد الكمياراي كبيرة دونك خبيت شوية في المجمد وام ارواقات لي يقدر يقعد لك حتى عام كامل داخل مجمد وما يصر الو والو يعني في كل مرة نجبدو شوية هكدا كي ما في شهر رمضان ولا عدنا ضيوف ولا يعني نجبدو وذو كالبنات نروح الوصفات دينا كي ما قلت لكم في البداية على الفيديو حنشوفوا وصفة تحلية اللي جبتها لكم نهار اليوم اهنا في كاسرونة حطيت 100 قرام سكر حوالي نصف كاس زدت عليهم زوجو مغارف كبار تعلمة نحط الكاسرونة ديالي فوق النار على نار متوسطة ما نحرك هكدا بمغير فاولا شوفوا يعني نحرك برك الكاسرونة ما ندير فيها مغير فا ما ندير فيها والو مرة مرة برك نحرك حتى هذك اطفو عليه دو كان رحو نحضر الطابقة التانية هنا أخيتي عندي نصري ثلاثة حليب نفرخ هكدا في كاسرونة ونحط ها فوق النار تسخن يعني حتى قريب ترفض الغلية هنا عندي 4 حبات بيض البيض ديالي الحجم ديال صغير وانتو ما اذا كان عندكم البيض ديال كبير دير ثلاثة حبات رانا رايحين نحط عليهم ولا نعطرهم بشوية على لفاني دائما في التحليات اذا كانت عندكم لفاني سائلة من الاحسن وزدت عليهم كي ماشتوا معايا 4 كاس تا السكر تقريبا هكدا 60 قرام نضرب هكدا شوية بلوباتو حتى نحس هدك السكر بدأ يدوب هنا هدك نكمل نضرب هكدا ومبعدها مباشرة نصفي هد الخليط دينا هكدا باش نتفادوا اي شوائب ولا حاجة تكون فيه ونخلي شوية يبرد تكوتي ونروح ونوجدوا الطبقة الاخيرة اللي هي كانت عبارة على جينواز هد جينواز وش فيها البنت فيها زوج حبيت بيض كبار في الحجم انا قلت لكم البيض وانا رايحين نضربوهم بلو بعتوغ مع زوج مغار في كبار تاع سكر اا اكو تشوفو هنا كا عامال وتشوفو السكر هنا في الجينواز وسكر في هدك الفلان ولا في الحليب وكامل ولكن صدقوني التحلي هده بهاد المقادير اللي مديتها لكم مجيش كامل حلوة هنا كيما اشتوخياتي دربت هدو هدك الحليب او برد شوية نفرغوه هنا فوق هدك الكاغامل وبعد نكملو الوصفة اديان لانو هنا ضروري يبرد شوية هدك الخاليط الحليب مع البيض هنا بعد كيما قلت لكم ما تحصلت على القوام الرغاوي عو توليت ليه زج مغار في كبار تعفارينا حطيت قبل فالول مغار نغرب لها هكدا باش هدك لاجين واز اللي جي من الفوق راح جي خفيفة و جي مهوية زدت هنا المغرفة الثانية تاع الفارينا ونزيد معاهم حوالي نص مغرفة تاع ناشا تاني اللي نغرب لوا كامل هد المواد الجافة ونبعد بلا سباتشول شوفو نخلطو هكدا بهد الطريقة من الفوق للتحت هكدا باش نبقوا محافظين على القوام الرغاوي تاع لاجين واز دي نفرغوها هكدا من الفوق نعمروها بمغرفة حتى يعني نوصلو للفوق كامل وضروري جدا يعني نعمرو ملح لفيرين دي ونا بهد لاجين واز حتى للاخر باش تبقى لنا كشغل محافظة على المكان دي لها وما تهبطناش لتحت الكريمة نكملهم هكدا بهد الطريقة في نفس الوقت هد الوقت الفرن دي راه شاعل على درجة حرارة 150 درجة مئوية هدو مخيتي راح يطيبو على حمام مائي داخل الفرن وكيما قلت لكم ما يحبوش نار قاوية يطيبو على درجة حرارة 140 إلى 150 درجة مئوية دونك يطيبو على نار قليلة راح يخذو لكم الوقت حوالي نص ساعة باش تعرفوا باللي طابوا يعني حشوفوا الوجه دي لهم خدات حميرا هذيك الجنواز اللي من الفق كيما كتوفوا معايا بواسطة ام بيك لازم يخرج ناشف هام لك هنا بعد ما طابوا كيما كتوفوا الشكل ديلهم يعني الشكل تحهم يجي شهي وهكدا نحن نتحصلوا على ثلث طابقات عدنا الطابقات على جنواز عدنا الطابقات على الكريمة هذيك لحات توليك شغل كيل فلون وعدنا الطابقات الكامل دلت التحلية راهي تبرد دونك سبقت فيها هي اللولة هكدا باش نتهنى منها ومبعد تاني من الاشياء اللي نحب نطيبها تاني على بكري ولا نسبق فيها اللي هي الشربة تاني هكدا باش نتهنى منها وننحيها من الترق وانا يعني جاني غال موفي رمضان دايما نطيب شربة تا يومين هكدا باش نربح حلوة تنتفادل جهة نقص المصر وفعلين تاني وكي وصل الوقت الحلوة ديفو نوصل حتى شربة تا تلتية هكدا باش مانعيش بزاف اكو تعرفو لابخي سيطل كي نبدأ والحلوة وكامل دونك ديفو نروح لهم لشربة تا تلتية اليوم درت جاريغ تاني قسنطيني على الطريقة القسنطينية شرب افريك الله الله كي ما شتوا معايا درت شوية زيت بيان غابة قليت لحم تا الغنمي معا مرسو تا الجاج قليت مليح مليح بالنسبة لتوابل ما درت بزاف درت عاكي موقتكم على الطريقة القسنطينية شوية ملح شوية فلفل لك حلوة نزل شوية قصبر مرحين حبو في الشربة ودرت معاهم حبة طماطيش كبيرة تاني بيان غابة وبعد ما تقلت كلش مرقت بالمسخون رميت لحميصة ديالي رميت هذيك ربيطة تعل حشاوش اللي فيها الدبشة ولا القصبر ولا الحشيش مقطفة معا عود تاع كرافس غلقت على كوكوت مينوت كي طاب لحم وطاب لحميصة هذيك رميت الفريق اللي غسلته عدة مرات نحيت هذيك ربيطة تعل طيب تكوتي خديت لكوكوت تاعي الدوزية درت فيها شوية زيت درت فيها تاني شوية ياسمن حطيت هنا حبة بصلة متوسطة في الحجم تكون مرحية ملح ملح هكدا المريقة باش تجيني خاطرة زيت سكرفش تعلهم هنازو تشف ستعدتم ودرت هنا شوية ملح شوية فلفل لكحل وشوية تاع الكمون هنا لبنات انا دائما يعني جاني غالما اول يوم تاع شهر رمضان الكريم نحب ندير شرب افريك ونحب ندير معها المتوم العاصمي دائما نستفتح بها الطاولة ديالي طاولة الافطار لأول يوم من شهر رمضان المبارك بعد ما تقلى ملح ملح هذك اللحم اليوم درت الحميسة مكترت انا ميحبوها بزا في ولادي وغلقت على لكوكوت مينوت وخليت هذك الحم اضي في نفس الوقت هنا لقيت هذك الفريك راه وطاب رميت لها حبة الحار في الاخر نعاود لها رشام توابل اللي ندير هم في اللول ويعني نرميع لها شوية حشيش ونطفي عليها وشرب هكذا راه واجدة وذوك هنا صف راه لك سينيال الحم هذك راه وطاب حلي على كوكوت مينوت كما راك تشوف معايا مريقة بيضة مريقة خاطرة رميت لها اللي بولت تاع فيون داشي اللي كانت عندي الحم مرحي درت له شوية تاع شاب لور درت له شوية تاع التوم ودرت له ملح في اللي كحال شوية كمون ودرت له شوية مباياد البيض فقط ودرت كويرات ورميت هم يطيب لداخل على كل حال متوم درنا معا بعض عدة مرات ولي تحب الوصفة بالتفصيل مع لها فقط تكتب متوم ساميرا ديزاد ويح يخرج لك الفيديو لك كوكوت يجو دو زون يعني زوج كوكوت في كوكوت واحدة واحدة صغيرة تاع ربعة لتر ولكبيرة خيتي راه تاع سبعة لتر انعم خيتي دونك هاد دو كوكوت حجم كبير صغيرة تاع ربعة ولكبيرة تاع سبعة ماشي ستة حجم كبير ونوعية جيدة الله يبارك بخوم يشوى تاع على تحطيم الاسعار ويجيب لنا احسن العروض باحسن الاسعار هاد خيتي راه بالسار تاع زجم لين و تلتمية وتسعين الف فيها سي بياس هاد لدي كوكوت اللي راه كما قلت لكم دو زون دونك هاد هي الصغيرة اللي فيها ربعة لتر بالغطاء التاع لكوكوت اللي عند هالميكانيز متاحة بزاف سهل في الاستعمال ديالو وهذا كل الغطاء تاع لكوكوت يجيع لهم في زوج صغيرة تاع ربعة وعلى الكبيرة تاع سبعة لتر في زوج ميغريفين خياتي نوعية جيدة حاجة تقيلة حاجة ارزينة دونك اللي الحقها رمضان ومزل مشرتش الكوكوت باش تسلك رحافي طياب دونك راه متوفرة عند لاباج فيسبوك خالد الكتروميناجي التوصيل لهم مجاني خياتي وانما كنتوا يجيبوها لكم حتى باب المنزل دونك هنا كما اشتوا معايا خياتي قلنا لكوكوت هذي صغيرة تاع ربعة وكبيرة تاع سبعة يجي معاها الكسكاس كما كنت شفو هدا اللي نفورو به نحطو هذا الخضر ونغلقو عليها ونغلقو عليها لكوكوت وراحطيه في وقت تقصير الخضر ولا اللحم ولا اي حاجة يعني حنطيبوها على البخر فيها تاني هاد الكسكاس هدا ولا هاد سليلة هذي لقيت لكم العفسة تعال نقدروا ان نقلبوها هادوك اللي يدين وحننقلبوها من التحت تحت ولي لنا شغل الكسكاس وهقدرنا رايحين نفورو فيها تاني اللحوم الجاج الخضر الرز يعني اي حاجة نقدروا نطيبوها فيها على البخر وهاد السلة هدي راي ترفض كمية كبيرة مش كما الكسكاس الاخر صغير شوية ونحبو تاني نرجعوها فخيتوز نقلبو فيها مثلا المقروط ولا فخيت ولا رايح بخاتي بل بزاف فيها سيستام دي سيكوريتي يعني بزاف اخواتي يخافوا هاد الكوكوت مين قولكم سيدي كوكوت راه امينة ما فيها حتى خاطر خياتي ممش شكل تحهم كما راك تشوفوا معايا بزاف شباب انشاء الله لماذا ما كسبتش كوكوتا انقلها انشاء الله تستفادي من هاد العرض هذا وتكسب حاببتي بالصحة اول هنا وانشاء الله كل وحدة تكسبو شرعي حب على حساب قلبها في هاد العواشر امين يا رب العالمين ودكان رحو نشوفو وصفة تعتاجين لحلو يعني درناها معاها بعض عدة مرات ولكن كم يقولوا معليش في الاعادة افادة هنا هاد الفواكه الجفة اللي كنت تقاسمتهم معاكم شيتهم من عند باب الدكان هام الزبيب والمشماش نشمخوهم وحدهم الكيوي وحده هادو كلف خاز الموجففة تاني وخاصة العينة هي تاني نشمخوها هاكدا وحدها نرطبوها وحدها في شوية تعمى الدافي لانو كما على بلكم العينة هي اللي تكحل لنا المريقة دون كل حاجة نديروها هاكدا وحدها باش كامل يبقوا محافظين على اللون ديالهم هنا خديت خياتي طنيجرة حطيت فيها شوية سمن رميت فيها شوية لوز يعني بلاقشور خليته يتحمص في هادا كليدام احتخذ هاد اللون الدهابي والنحي دايما في هادا كليدام هادك نرمي هنا كيلة تاع سكر نزيدو معاها زوج كيلة تعمى هاكدا انا استعملت ما سخون باش تمتم الطنيجرة ديالي ترفض الغلية نعطروه بيعود تاع قرفة اللي حبون جميل طلرة تاني تقضو ترمي ووحدة لداخل ونزيدو هاكدا شريحة الليمون ولا شريحة بورج قارس كيما نقولو نزيدوه لداخل اللبنات هاكدا باش اللاصوس تاعنا هادي تبقى بيضا هنا في اللول غير بيعني رفض الغلية هادي كتنجرة عليهم هاكدا باش يعني تمتم كشغل يدخل لهم طياب ولازم يعني منغفلوش عليهم كيما تعرفو التفاح ما فيه شروح يعني تمتم رايح يدبال نحيتو يارب يخذلي الوقت وحد سبعة دقايق مباشرة فهذا كلوس يغول يكن بدأ يعقد شوية ارميت كامل هادوك الفواكه الجافة ارميت فلول القبل اللي مش ماش مع الزبيب خليتهم قبل يغليو شوية وكيبقالي حوالي خمس دقايق باش نطفي عليها ارميت هادوك العين وارميت هادوك الفخاز المجفافين خليتهم يزيدو يطيبو حتى يعني حسيت بلي هادوك العصوص بدأ التعقد شوية تم طفيت عليها وفرقت لها حوالي ربوع كاس مزهر نختارو نوعية جيدة هاكدا باش الطاجين اللي حلو تعنا يجي بنين ويجي معطر وهاكدا دوكت هنية طاجين اللي حلو بقت لي غير المملحة هنشوف مع بعض الفخص ديالها في مقلة هنا لبنات حطيت شوية زيت حب بصل متوسطة في الحجم تكون مرحية ما تكون مرحية ملح ملح نقليوها حتى تدبال مع هنا نص صدر الدجاج ولا ديرو يعني لحساب الكمية تاع افراد العائلة اللي عندكم ممكن نعوضوه تاني بالحم مرحي ولا بالدان دقاشي قليت ملح هذا كل جد مع ملجاج عفوا مع البصل زيت تعليهم الملح فلفل لكحل شوية تاع القصبر مرحي شوية تاع كمون وشوية صغيرة تاع العكري قليت هم ملح ملح تاع طابو ومبعد هنية ارميت لهم مغرفة كبيرة تاع الجبن حيخلي هذ لا فخص كشغول جي متماسك شوية وفي نفس الوقت اكيد رايح يزيد النا البنة وبعد ما طابت وطفيت عليها زيت ارميت لها هنية شوية زيتون هكدا مقطع شرائح زيتون ايفيلي وعدنا شوية تاع المعد نصر ميت هدو ما في الاخر باش يبقوا محافظين على البنة ديالهم نخلي ها تبرد لبنات مليح مليح هذ لا فخص باش مبعد نحضر المملح ديالنا هن نحتاجو كشغول واحد السلصة هن يشوف هدك اللي بول حطيت بايات تاع حطيت عليها نص فنجال تاع الزيت وفنجال إلا ربع تاع حليب نكيلو بالفنجال تاع لاتاي هنا لبنات نخلطهم هاكدا مليح مليح ونبعد نجيبو لباتافيلو ديالنا دون كيما قلت لكم مملاح ما فيها لا عاجين لا اختمار لا دليك لا تعب لا ولو يعني بزف ها هن هن نجيبو لباتافيلو نسيسوها شوية كنتعرفوها حساسة بالبزف ما نخلوها ش اللي هو بش متيبس ش معانا ناخدو ورقة من لباتافيلو ديالنا ندهنوها بهذاك الخليط اللي حضرناه مع بعض ندهنوها كامل هاكدا نجوزو عليها بالبنسو تجووزها خفيفة ومبعد نغلقوها نغلقو الورقة ديالنا هاكدا على تنين نقلبوها ونزيدو ندهنوها تاني من الفق نحاولو كما قلتلكم برك نسيسوها يعني كنتعرفو لاباتافيلو حساسة وتمتم تتقطع وساعة يعني غير نشريوها نشريوها مقطعة دوك نسعفوها ونسيسوها هاكدا باش نشكلو هاد الحبات تعال بوراك ديالنا نزيدو نطليو كامل كما قلتلكم هاد الجيهة اللي قلبناها ونبعد نحطو لافقص ديالنا اللي لازم تكون بردة نزيدو شوية تاع الجبن المبشر ويبقى هادا اختياري يعني ممكن تستغنو عليها ماشي لازم لانو رانا ندرنا الجبن الابيض في لافقص ونبعدا نغلقو عليها كما نغلقو الديول كما نديرو البوراك كامل هنا نغلقو عليها كما قلتلكم نسعفوها غير شوية دوك تقولو هادي تحجي مشمخة ومجيش مليحة ولكن صدقوني راح تجيكم موقر ماشاء كخوستيون تجي بزاف هايلة هنا في الآخر في الغلقتان نزيدو شوية من هادا السائل ونغلقو عليهم هاكدا بهذا الشكل ونحطوهم في ام بلاتو لي نفرشولو لأفراد العائلة دائما في شهر رمضان الكريم يعني نحاولو من بالذروش ونديرو غير القسم ما ناكلو هادا ما كان نكملو هاكدا كامل ونحطوهم في سنيوة هنا بعد ما نحيت انا هادا بايض البيض ودرتو في هادا الخالد كما شتو هادا السافر نحتاجوه هنا يبقى لنا السافر نديرو عليها شوي يحلي ببرك نخلطوهم مليح مليح وندهنو حبات البورا كديا هاكدا من الفوق بهذا السافر ونزينوهم من الفوق بشوية تعسانو جولاج الجلان ولا كما درت انا لعندها غان دو بافو هنا لكم الاختيار تقدرو حتى ما تزينوهم ش يعني رح يجي شكل دي لهم شابين رح يجو محمرين وندخلوهم للفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى ياخدوا هاد التحمير هادي لكو تشوفوا فيها وما نحكي لكم ش على ريحتهم كيكونوا يطيبوا يعني ما شاء الله وصدقون يعني بعد ما طابوا وحطيتهم لهم ما فاقوش كامل بلي لابات افيلو يبانوك شغل عجينة وهذا بفضل هاداك الخليط السحري اللي درناه فادوك لابات افيلو ديالنا بعد ما كملت كامل طياب ديالي الوصفات اللي شاركتها معاكم دو كاما بقالي برك نوجد الطاولة ديالي اليوم ديشنت اول طاولة الافطار بهذا السيرفيس تا لافيا غميناج اللي كنتو شتوه معايا اللي تكون من 32 قطعة الله يبارك راح نخلي لكم اللي تعالى فيسبوك لافيا غميناج هاكده بشتوفوا الموديل تا السيرفيس اللي عندو فيها وحد الخمسة ولا ستة تا الموديل سيرفيس بزاف شباب هكو تشوفوا فيه معايا لماذا ما شرش سيرفيس ولا رايح حب تشري هنخلي لكم لبنات رقم الهاتف تا ما كنتو بالنسبة للسعر ديال وخياتي دار مليون وسبعمية وتمانين الف والتوصلة متوفر كامل ولايات الوطن فيه 32 قطعة الله يبارك يعني ما تحتاجي حتى حاجة كتحطي فوق الطابلة ودو كان رايح نشارك معاكم لبنات الوصفة اللي حضرناها معا بعض هنه المملحة هاي لك هنه ويجوا بزاف بنان هاد البوراك هاكده بهات الطريقة قرمشة رهيبة اكو تسمعوا فيها على المباشر خياتي والبناء ما نحكي لكمش اه وصدقوني ما يبانوش كامل باللي كشغل مخدمين بلا باتافيلو يبانوك شغل لعجين وهذا بفضل هادا الخليط السحري اللي دهنا به لباتافيلو ديالنا كما قلت لكم الجاري ولا الفريك شربة فريك الجاري القسنطيني هاوليك هنا امامكم تاني يجي بزاف بنين وخفيف يعني ما فيش بزاف توابل وكامل يعني يجي هاي للشربة على الطريقة القسنطينية طاجين ولا المتوم العاصيمي تاني حتى هو حاضر كما قلت لكم دائما نحب يكون يعني من بين اول اطباق لنحضرها في شهر رمضان الكريم وعدنا طبيسي تا لصالة لحميز تاني لما يخطين ولي دائما يكون في طاولة رمضان ويكون تاني في الاعرس ديالنا وطاجين الحلو اللي شاركتوا معكم هاوليك شبحتوا هاكدا بهذا الطريقة تاني درت له هادك شباح صفرة وهادك اللي يجي في طاجين العازب تاني انا درتهم كامل هاكدا فادة طاجين تعال حلو وكتشوفوا معايا خرج المنظر ديالو ما شاء الله خرج بزافي شاهي شاهدكم في الصحة شاهدكم في الجناخ ياتي ان شاء الله هربي دوم هاد النعمة علينا وعليكم وضوكا نختمو في الاخير طاولة الصهرات طاولة الشاي ديالنا اللي راهي متنوعها كما راكتشوفوا سامسا تعلومون ماياسين عندي تشكيلة من هاديك النوغا وكامل تا خيامة ياسمينة والتحليا اللي حضرناها معا بعض التحليا تا خواكوش هاي لك هنا امامكم بزاف ابنينا التحليا مختلفة تجي هاي لها انا زينتها فقط برشة تا سكر ناعم ممكن تزينوها بشوكولة ممكن تزينوها بلافخاز يبقى التزين اختياري دونك هاي لك خياتي جي عدنا هاديك لاجين وازم الفوق هاديك هي الطبقة الاولى جي اسفن جي خفيفة وش نقول لكم وفي الوص عدنا هاديك الطبقة اللي حتول لك شغل كشغل كخام ولا كشغل فلان جي هاي له وعدنا هادك الكرامل وهكذا كنوصلنا لنهاية على فيديو نهار اليوم ما شاء الله تكون نيلت اعجابكم ما تنسونيش بجام خياتي نقول لكم صحى صيامكم صحى رمضانكم ربي يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال نقول لكم احبكم في الله في امان الله